اشتركوا في القناة وثلاثين التي تصطديفها مملكة البحرين في مايو المقبل ومناقشة التحضيرات الجارية لعقدها والتنسيق المشترك بهذا الخصوص وسبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وخلال المقابلة رحب فخامة الرئيس محمود عباس بسعادة وزير الخارجية مشيدا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة فلسطين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات منوها بالجهود المشتركة للارتقاء بها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية معربا عن تمنياته القلبية بنجاح مملكة البحرين في تنظيم القمة العربية والخروج بنتائج طيبة لدعم القضية الفلسطينية وخدمة المصالح العربية وتعزيز التعاون العربي المشترك وقد كلف فخامة الرئيس الفلسطيني وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنيات فخامته لهما بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين المزيد من النماء والتطور ورخاء وأعرب فخامة الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وجهودها المشهودة والمتواصلة لرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد منوها بدور المملكة البناء لوقف الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين والمطالبة بضرورة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين في قطاع غزة من جانبه عرب وزير الخارجي عن سعادته بلقاء فخامة الرئيس الفلسطيني منوها بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ونقل سعادته إلى فخامة الرئيس تحيات وتقدير صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والسعادة وللشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار والنمى وأكد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا للعضوية في الأمم المتحدة مؤكدا على دعم المملكة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثلة الشرعية الوحيد للشعب الفلسطيني وبحث وزير الخارجية مع فخامة الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطع غزة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر وإحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وتم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الدبلوماسي المشترك تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية الرهنة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي وضرورة العمل على الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والحيلولة دون الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفاح ترجمة نانسي قنقر